دكتور هل صحيح أنه تم فتح مكتب لحماس هنا في الجزائر؟ هو فيه مكتب تمثيلي موجود جديد هو قديم جديد موجود هنا في الجزائر هو يعمل بصفة رسمية؟ هو يعمل بصفة قول شبه رسمية رضا رسمي بدون أن يكون لكن السلطات راضية بالتأكيد لا نستطيع في غير شيء والسلطات غير راضية الدولة الجزائرية هي دولة محافظة صح التعبير بهذا وتتعامل مع الرسميات وهي تتعامل بإيجابية حقيقة مع الرسمية الفلسطينية المتمثلة بالسلطة ومنظمة التحرير ونحن لا ننكر عليها هذا التعاون بل بالعكس هذا يفرحنا ولكن في هذا الإطار إطار الرسمية وهي ما يسمى بالشرعيات وتعامل الجزائر مع الشرعيات واستقرارها نقول أنه في أيام الاحتلال في أيام الاحتلال الشرعية الأساسية والشرعية الحقيقية هي شرعية مقاومة الاحتلال شرعية المقاومة ومن هنا نقول بأنه لا بد أن يكون هناك انفتاح أكبر وأوسع ودعم أوضح للمقاومة في فلسطين رسميا كما هو شعبيا وهذا ما نتمنى على إخواننا في هذا البلد العظيم والحبيب موسيقى اشتركوا في القناة